السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف الثالث أدبي مدرسة المجتمع الخاصة للبنات برحب بكم معايا مجددا في درسنا لمادة العلوم العامة ومعكم معلمة المادة ولاء محمد عزيزتي الطالبة لنذكر أنفسنا بالقيمة الشهرية والتي بعنوان المشاركة والقيمة الأسبوعية وهي بعنوان الصدق والآن لنستكمل معا ما بدأناه في الحصة الماضية من دروس الدم والقلب والرئتين ودرسنا لليوم بعنوان الأصار الصحية للمرتفعات والتدريب على المرتفعات تعرف معا على أهداف درسنا لليوم سوف نحدد الأصار الصحية للسكن في المرتفعات العالية ونصف العلاقة بين التدريب على المرتفعات ونسبة تركيز خلايا الدم الحمراء ونوضح المشاكل الناتجة عن التدريب على المرتفعات فتابعي معي جيدا في البداية قومي بتقييم فهمك للدرس السابق وأجيبي معي على هذه الأسئلة المطروحة صف لي حالة نقص الأكسجة أحسنتي إنها حالة خطيرة تنتج نتيجة نقص الأكسوجين الواصل إلى الأنسجة والأعضاء وينقص الأكسوجين الواصل إلى الأنسجة والأعضاء نتيجة زيادة تركيز بعض المركبات في الهواء مستأول أكسيد القربون الذي يعتبر مادة سمى للجسم وحالات نقص الأكسجة تشعر الشخص بعدم الراحة وضيق التنفس اسكري لي فوائد التدريبات الرياضية على كل من رقم واحد عضلة القلب فكري ثم أجيبيني أحسنتي إنها تقوم بتقوية عضلة القلب إذن التدريب يزيد من تقوية عضلة القلب أفره على الجهاز العصبي الذاتي أحسنتي يؤدي إلى خفض الاستجابات أو إبطاء الاستجابات السريعة للجهاز العصبي الذاتي مما يعمل على خفض معدل التنفس وضربات القلب وضغط الدم أجيبيني مفائدة التدريب على ضغط الدم أحسنتي إنه يؤدي إلى خفض ضغط الدم مفائدة التدريب على الاستعداد للإصابة بالسكري من النوع الثاني نعم إنه يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني لنكمل معا هناك بعض الناس يسكنون المناطق المرتفعة كما نلاحظ في الصورة أمامنا ولكن لنسأل أنفسنا لماذا لا يهي من سكان المرتفعات العالية على رياضات التحمل كالجري وصباق الدراجات والسباحة وغيرها من رياضات التحمل وسوف نذكر معا إيجابيات وسلبيات السكن في المرتفعات العالية على صحة الإنسان فابدئي معي لقد طرحنا السؤال سابقا لماذا لا يتنافس كثير من الرياضيين الذين يعيشون في المرتفعات العالية على رياضات التحمل والآن لنتعرف معا على الإجابة إن السكن في المرتفعات يقلل من خطر التعرض لأمراض الجهاز التنفسي ولكن هذه ليست ميزة جيدة فإن الشخص سوف تضعف مناعته فإذا تعرض الشخص لبعض من أمراض التهابات الجهاز التنفسي والانسداد الرئوي المزمن وغيرها من الأمراض فإنه سوف يكون أقل مناعة وأحيانا يتعرضون إلى الوفاة بسبب تلك الأمراض فعدم التعرض لأمراض الجهاز التنفسي يضعف مناعة هؤلاء الأشخاص تدريجيا وبالتالي عند تعرضهم لأي مرض من الأمراض المسكورة سوف يكونون أكثر عردة للإصابة وتمكن المرض منهم وأيضا أحيانا يؤدي إلى ارتفاع نسب الوفاة بين الناس في هذه المناطق كما نرى في الصورة تركيب خلايا الدم الحمراء خلايا الدم مقاعرة الشكل قروية كما نراها تستطيع المرور بمرونة في الأوعية الدموية وتتكون من أربع وحدات بروتينية كما يوجد في الشكل أمامنا لنذكر ما هي العلاقة بين خلايا الدم الحمراء والأكسوجين ونفسر كيف تقوم خلايا الدم الحمراء بأداء وظيفته أولا إن خلايا الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسوجين إلى جميع خلايا الجسم للحصول على الطاقة إذن خلايا الدم الحمراء هي المسؤولة الأولى عن نقل الأكسوجين لخلايا الجسم وتقوم بوظيفتها لأنها تحتوي على هوموغلوبين بكميات كبيرة حيث يقوم الهوموغلوبين بالارتباط بالأكسوجين ونقله إلى الخلايا وأثناء عودته من جوار الخلايا فإنه يقوم بتحميل ساني أكسيدر كربون حتى يقوم بنقله إلى الرأتين والتخلص منه أثناء الزفير مرة أخرى عند زهاب الخلايا الدم الحمراء المحتوية على الهوموغلوبين القابل للارتباط بالأكسوجين تنطلق الخلايا محملة بالأكسوجين المرتبط بالهوموغلوبين إلى اتجاه خلايا الجسم تقوم بتوزيع الأكسوجين على خلايا الجسم وأثناء عودتها تقوم بتحميل ساني أكسيدر كربون لتنطلق به إلى الرأتين وتقوم بتفريغه ليخرج مع هوائز زفير لقد سألنا أنفسنا هذا السؤال في الحصة السابقة لماذا يتدرب بعد رياضي النغبة في مناطق مرتفعة؟ تذكريني بالإجابة؟ انزلي إلى الصور المعروضة جيدا عزيزتي الطالبة حتى نتمكن من على الإجابة على السؤال المطروح لقد عرفنا سابقا أن التدريب في الأماكن المرتفعة يحفز الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء نتيجة نقص الأكسوجين حيث تلجأ خلايا الجسم للتكيف على تلك الحالة وإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء حتى يتمكن من تعويض الناقص في الأكسوجين ولذلك يتدرب الشخص في الأماكن المرتفعة فتزداد لديه خلايا الدم الحمراء ثم يعود المنافسة في الأماكن المنخفضة فيتحمل التعب والمجهود ولذلك يلجأ كثير من لاعبي رياضات التحمل وأيضا الرياضيين النخبة إلى التدريب في الأماكن المرتفعة لاكتساب هذه الميزة هيا بنا لنجيب على هذا السؤال ما أهمية التدريب على علو شهق والتنافس على علو منخفض يحفز انخفاض مستوى الأكسوجين في المرتفعات الجسم لإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء كما ذكرنا في السابق ولذلك عند عودة الرياضي وإجراء المنافسة على سطح الأرض أو على ارتفاع منخفض فإنه سوف يكون لديه ميزة عن غيره لنتيجة لزيادة خلايا الدم الحمراء وبالتالي سوف يتحمل الكثير من التعب والمجهود البدني ولكن هناك بعض المشاكل المتعلقة بالتدريب على المرتفعات العالية لنتعرف عليها الآن يحتاج الجسم إلى بعض الأسابيع ليتكيف على نقص الأكسوجين ويبدأ في زيادة عدد خلايا الدم الحمراء مما يجعل الشخص عرضه للإصطابة بكثير من أمراض المرتفعات مثل الأمراض التي تشكل خطرا على القلب وغيرها من الأمراض وأيضا أن هذه الميزة التي يكتسبها الشخص سوف تظل فقط مدة عشرين يوما بعدها يعود جسم الشخص إلى طبيعته كما أن هناك بعض الرياضيين يقومون بإقراء غير مشروع يسمى نقل الدم الذاتي لنتعرف معا على المقصود بنقل الدم الذاتي إن نقل الدم العادي هو إجراء طبي مشروع يستخدم لإنقاذ الحق الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون للنزيف الحاد أثناء الإصابات والحوادث وأثناء إجراء العمليات الجراحية وهو إجراء مشروع طبي ولكن نقل الدم الذاتي هو عملية تجميع الدم من الرياضي أثناء تدريبه في الأماكن المرتفعة ثم إعطاءه لنفس الرياضي قبل البدء في المنافسة وهو إجراء غير مشروع مرة أخرى هي طريقة لتنشيط الدم عن طريق جمعي من الشخص الرياضي أثناء وجودي في المرتفعات وتغزيني ثم إعطائه لنفس الشخص عند بدء المنافسة ويستفاد منها في زيادة نسبة الهوموغلوبين وتحفيز عدد خلايا الدم الحمراء ولذلك يستطيع الجسم حمل وتوفير أكبر كمية من الأكسوجين إن الدم الذي تم تجميعه في المرتفعات يتم نقله للشخص قبل البدء في المنافسة لماذا يعتبر نقل الدم الذاتي إجراء غير مقبول؟ لقد جوابنا على هذا الشتؤال خلال درسنا نعم إنه ميزة غير عادلة لبعض الرياضيين على حساب الرياضيين الآخرين وكيف قامت الفيفا بحظر هذا؟ يجرى للشخص اختبار يسمى جواز الصفر البيولوجي حيث نتم اختبار روتيني للدم وتسجيل الارتفاع أو الانخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء وبذلك نستطيع التمييز إذا كان الشخص قد قام بعملية نقل ذاتي أو لا إن جواز الصفر البيولوجي يكشف التغيرات المفاجئة في نسبة خلايا الدم لدى الشخص الرياضي وبالتالي يتم معرفة إذا كان هذا التغير طبيعي أو حدث نتيجة عملية النقل الذاتي التي يقوم بها بعض الرياضيين والآن اقرأي المعروض أمامك حتى تقومي باستوضاح ما شرحناه خلال هذا الدرس لقد عرفنا أن زيادة عدد خلايا الدم الحمراء يزداد نقل الأكسوجين وبالتالي يعطي الشخص أفضلية في التحمل البدني كما أن التدريب في الأماكن المرتفعة يحفز الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء والسكن في المرتفعات يقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ولكنه يضعف مناعة الشخص بحيث إذا انصاب بأمراض فإنه لا يستطيع الشفاء منه بسهولة ولقد ذكرنا أيضا طريقة تنشيط الدم عن طريق النقل الدم الذاتي وأنها طريقة غير مشروعة يكون الهدف منها تغيير مستوى الهموغلوبين وتحسين من كفاءته في نقل الأكسوجين ولكن هذا إقراء غير مشروع لعدم العدالة في المنافسة لقد وصلنا إلى ختام درسنا لليوم أتمنى منك مذاكرة الدرس جيدا وحل الواجبات